في العاصمة الألمانية برلين حيث تقام المسيرة المركزية التي تقام كل يوم السبت للاحتجاج على ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة بضع مئات هنا تجمعوا وهذه المرة في مسيرة صامتة لا تردد شعارات وإنما تروي حكايات بعض الضحايا الاعتداء والهجوم الإسرائيلي وضحايا الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يوميا في قطاع غزة أيضا تجمع المتظاهرون وهم من خلفيات وجنسيات متعددة من أجل الاحتجاج على التواطؤ التواطؤ الحكومة الألمانية والسياسة الألمانية تجاه ما يحدث في قطاع غزة أيضا بدأت هذه المسيرة بأغنية غناها بعض الأطفال المشاركين في هذه المسيرة من أجل السلام والطفولة وتذكيرا بالأعداد المهولة للأطفال بآلاف الأطفال الذين قتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة هذه المسيرة ستمر في عدد من شوارع العاصمة الألمانية برلين وتروي قصص هؤلاء الضحايا للجميع عبر مكبرات الصوت كما نسمع خلفنا باللغة الإنجليزية أيضا نحن نرى الكثير من الأطفال يحملون الفوانيس من أجل أيضا التذكير بهذه القصة بقصص الأطفال الكثيرين بألاف الأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة أيضا ستتحرك هذه المسيرة تحت ضغط كبير من السلطات الأمنية الألمانية التي وضعت قيودا كبيرة على منظمي المظاهرة وخصوصا فيما يخص ترديد العبارات وترديد الشعارات التي لها علاقة بإحرير فلسطين وإلى غير ذلك ياسر مائليك التلفزيون العربي برلين